جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والتأكيد على أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن المساحة التي تم حصر السكان فيها بالقطاع ضئيلة للغاية في ظل تلقي المزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين وأفاد المسؤولان بأن مئات الآلاف من سكان غزة مقبورون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر بحثا عن ملجأ آمن وعضح أن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي إلى 11% فقط من قطاع غزة بأكمله